ذكر الجيش الأوكراني أنه استخدم طائرات من دون طيار قتالية في الهجوم على محطة الطاقة النووية إنير هودار التي احتلها الجيش الروسي وقال جهاز المخابرات العسكرية في كياف أنه قد نفذ هجوم على مدينة خيام ومواقع تكنولوجيا معادية باستخدام طائرات كاميكازي من دون طيارة وضف أنه قد دمرت الدفاعات الجوية وقاذفات الصواريخ من نوع جراد معادية وبحسب جهاز المخابرات فقد قتل ثلاثة جنود روس وجرح 12 آخر